أهلاً وسهلاً ومعنا هنا الدكتور محسن العواجي في هذه المراجعة على المراجعات مجموعة من الأسئلة وردت بالأول عصام الأحمر سأل عن موضوع الشيعة لماذا نتطرق نالوش بعدين في حسن من السعودية لكانت لديه عدة أسئلة ثم علي من جدة وعبد الله من إيرلندا والبلوشي ختم قبل الاستراحة فلعلك تود أن تتطرق لما ورد في تساؤلاتهم أبدأ بتساؤلات الأخ حسن وأشكره جزيل الشكر على غيرته وأقول لي أخ حسن تفضلت وقلت بأنك لا تريد أن تقول اسمك لأنك لا تريد أن تذهب للسجن وأنا أتفهم ماذا تقول وأقول لك كل إنسان ترى يخاف من استجد وكل إنسان له أولاد وكل إنسان له زوجة وبيت وكل إنسان له أشياء ممكن يخاف عليها إذا كنا سنسكت على الحقوق ونحسب حساب هذه الأمور فلن نفعل شيئا وأما فيما يخص العبد الفقير فأنا الآن أعتقد بشحمي ولحمي واسمي وجسمي واسمي الرباعي وأمام الملأ يعني حوالي 18 إلى 20 سنة وأنا في هذا الميدان يعني أبدل قصارى جهدي وأعتبره شيء سير فيما أوجب الله عز وجل علينا وفي سبيل ذلك تعلم ماذا حصل لي ولا أعتقد أني أريد أن أحسبها جميلة لا عليك ولا على الأمة لأنه الواجب علينا أن نعمل ولا ننتظر من الناس لا جزاء ولا شكورة قضية الحملة العلمانية الموجودة يا أخي أعتقد أني أنا الآن يعني ليس فقط وافقك على أنها موجودة وأنها مع كل أسف نافذة في منابر معينة من الدولة بل أنا تطرقت إليها وكتبت عنها وسجنت بسببها حينما كتبت عن غازي القصيبي غازي القصيبي أم يحيى البرمكي أي عيد التاريخ نفسه أنا كتبت عن ماذا ليس بيني وبين الدكتور غازي القصيبي شيء شخصي إطلاقا على الإطلاق ولم أره وأستغرب كاتب اسمه داود الشريان كتب في موقع بأنني قابلت غازي القصيبي واعتدرت له وكلام الحقيقة يعني لم أجد له تفسيرا إلا لما علمت أن الكاتب نفسه قد كتب عن أزمة معينة في الجزائر على أن أزمة بين شيعة وسنة فعلمت مدى يعني ضحالة فكر هذا الكاتب الذي يريد مني أن أعتذر القصيبي هذا أمر لا يريد لو أخطأت في حقه لما كبرت لكن ما قلت إلا جزء من الحقيقة التي فيه هذه الحملة العلمانية أو يعني التغلغ للعلمانية الموجود ما يمارسه إعلامنا اليوم مثلا وما تمارس بالصحف من كتابه هجوم على العلماء وعلى هيئة المنكر وعلى القضاء في جوانب معينة هجوم غير منصف أنا يا أخي معك ضده وأعتبره يعني منافي لما قامت عليه البلاد وأيضا كتبت مقالا آخر في حق أمير الوليد بن طلال حينما رأيت ما يفعل وما تصرح به هو لقناة أوروبية هذا علاوة على قنوات روتانا وما يفسد بالمجتمع ولم يمنعني أنه أمير ولم يمنعني أنه صاحب نفوذ أو أن هناك من أسرة صادات نفوذ قلت ما علي وبعدين يا أخي الكريم حسن الواجب علينا كلنا ترانا ليس هناك أحد قد ختم على جبينه أنه هو المسؤول الوحيد عن إنكار هذه المنكرات كل منا قد خاطبه الشرع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بحبي قلبه إذنك أضعف الإيمان فأنت يا أخي مخاطب وأنا مخاطب أنت اللي تخاف منه هذا تقول أنا خايف أني أقول اسمي وكذا إذا كانت الأمة كلها ستخاف فهي تستاهل وتستحق ما هي فيه من متأخر وتراجع ومآسي وإذا كانت الأمة تريد أن تنفض عنها هذا الغبار وتحاول أن ترى طريقها وترى ما شع عن نور وتبحث عن مخارج الخلاص فلتتحمل أما أن تريد أن نحن الذين نتحدث ونحن الذين نسجن ونحن الذين نطارد ونفصل ومع ذلك أيضا بعد تلحقنا هذه الملامة زيادة أنا أتوقع أن المسؤولية علينا قاطبة ليس هناك أي استثناء والإخوة جزاهم الله خير في السعودية يعني لما دخلت السجن لما سجنت على موضوع غازي القصيبي ما اتضارت الأخ حسن ولا غير أنه يشفع لي لأني ما كان في الحسبان أني أتبحث من الناس عن شفاعة أو عن كذا فأنت يا أخي إما أن تقدم يعني كن أهلا للموقف مثل ما أقول لنفسي هذا الكلام نكون أهلا للموقف ونقدم على قدر استطاعتنا ونتحمل إذا كنا رأى أنه الحق وإلا فليسعون كلنا بيوتنا إذا كنا غير قادرين كما قال الشاعر فقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي حقيقة يعني لا نجامل في هذا هذا أمر الأمر الآخر الأخ الكريم من إيرلندا يتكلم عنه هل كل من ذهب إلى العمرة يعني يعتقل يعني هو ذكر قصة بعينيها نعم قصة نعرفها واتصل بي الأخ وأنا هناك في السعودية وحاولت أن أعمل شيء لكن أنا لا يسيب يدي كل شيء أخي الكريم أنا لست عضوا في الحكومة لماذا يعتقل هذا الأخ الليبي إيش تهمته ذكر أنه هناك ملابسات طبعا يا دكتور يقول الشاعر ما يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم يعني فيه أشياء دائما الناس ما تتحدث عنها طبعا تعرف أن هناك أزمة بين السعودية وبين ليبيا يعني حصلت وهي محاولة اغتيال مسؤول كبير في الدولة طبعا أنا لا أقول الأخ له علاقة أبرأ إلى الله أنا لا أضع على ذمتي شيء لكن هذه المحاولة التي حضثت للجهات الأمنية يعني طرقها يعني هم يظنون أن له علاقة أنا لا أعلم لكن هناك ملابسات خاصة في الشخص حينما حاولت أن أسأل عنه حاولت أن يعني أعمل شيئا فيما يتاح لي ولا أنا مثلي مثله أنا مثلي مثله فالأمر يا أخي فيه ملابسات أما مسألة أن كل من يذهب يأخذ عمره يعتقل أعتقد هذه كلام يعني ما علي شيئا تعرف أن الشيخ راشد الغنوشي كان عنده فيزا للحج وأعيد من مطار جدة كان معنا في نفس الحملة ولم يسمح له بالدخول للحج مع أنه أعطيت له تأشيرة حج من السفارة السعودية أنا مش بقول لك أن أنه أنت مسؤول أو بحملك المسؤولية لا كمعلومة يعني أيها كمعلومة هو وصل قبلنا في الطائرة التي قبلنا وأعيد بالرغم أنه كان محرما أنا أول ما خرجت من السجن الأخير سجن القصيبي أنا سميه سجن القصيبي أول ما خرجت من السجن كنت أسافر إلى الأردن فلما دخلت المطار اعتقلت أنا في المطار أنا ضيفك اعتقلت في المطار ما فقط منعته الغنوشي يقال ورجع بسلام أنا لا يتقيل اللي يرجع بسلام لا هي كانت مؤثرة لأنه كان في لباس الإحرام نعم أفوا فأنت لا محرما نعم 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 أنا ما أعلم أنا ما أعلم وليس من إنصب أن أحملك المسؤولين نعم الأخ الكريم ذكر قبل قليل وهو من حقه يقول بصفتك نعم أنا لست بصفتي مطلع على كل ما يدور في الدولة طيب استسمح لي لأنه في ناخد مكلمتين على الخط فضل في عنا فيصل السبيعي من الرياض أخ فيصل معنا أيها معك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته تفضل أبي سيد الشيخ تفضل تفضل لو سمحت لا يذكر اسم الشيخ سادي فرقيت على الإنسان رجع يعني هذا موضوع تجاوزناه أخ فيصل بالناشاء عود نرجع نظل للف في الدائرة القضايا الشخصية لا لا لو سمحت يعني لو سمحت أنه ما يجيب سيرة الشيخ سعد لأنه طعنه في ظهرة كيف طعنه في ظهرة خلوه بيينه وشتقوه في الشيخ سعد خلوه يبين طلع أمرك وشتقنه نعم يسأل والشيخ سعد جابت يسمع الحين يسمع كلامه ومتأكد من هالشيء لما تطعن صاحبك في ظهرك وشتتوقع منه لو تكرمت عطنا طعنناه في أي شيء أستادي شكرا شيخ حزام خلاص خلاص خلي طيب معنا الدكتور عبد العزيز الهاجري من المغرب الهاجري من المغرب الاسم صحيح الهاجري نعم اه تفضل اي نعم تفضل يا سيدي اولا في سؤال للدكتور العواجي السؤال يعني هل هم هم اختلفوا على التركة في الشرعية لجنة الدفاع على العقوق الشرعية ما حد يفهمها ما حد يفهمها للا الآن وش كال السبب يعني أنا الشعوع انت شفت المراجعات حلقات المراجعات مع الدكتور ايه ثانيا هم لو يعني نيتهم الجماعة طابعة كان ممكن انه كانت تطورت اللجنة هذه او او صار لها الدور بس هم الآن صاروا هم اخترقوا فيما بينهم وكمان الدكتور محسن العواجي